أن أهم علامة هي تشكل مراكز جديدة للتنمية وهذا أهم علامة ووفقا لأراء الخبراء الذين أثقوا بهم والذين أصغي إليهم وبشكل موضوعي والتي ستبدأ قبل أي بلد آخر في بلدان مجموعة بريكس وما يسمى بالجنوب العالمي وجنوب شرق آسيا وأفريقيا أن النمو الإيجابي سوف يكون في بلدان قوية مثل الصين والهند وسوف يكون هناك نمو إيجابي في روسيا والمملكة العربية السعودية ولكن بلدان جنوب شرق آسيا وأفريقيا سوف تعطينا قفزة في النمو الإيجابي وكذلك هناك بلدان ستشهد ديناميكية إيجابية خاصة أنها قد حققت إنجازات ومستوى من التنمية هناك عملية خاصة بالمدن العمرانية والسكان وتشكيل مراكز أخرى للتنمية الاقتصادية والذي سوف يسبب بزيادة النفوذ السياسي أما بالنسبة لأعضاء مجموعة بريكس مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا فبالطبع أن نمو القدرات الاقتصادية لذي البلدان سوف يزيد من نفوذ السياسي في العالم هذا أمر موضوعي لقد قلنا مراراً أن مجموعة بريكس وكما تفضل الزملاء والأصدقاء 45% من سكان العالم هم ضمن مجموعة بريكس و33% من مساحة اليابسة في العالم هي لمجموعة بريكس والنمو المستمر لحجم التبادل التجاري والتجارة العالمية قبل فترة ورجزة كانت لي كلمة أمام منتدى الأعمال لمجموعة بريكس وقطع الأعمال كنت قد ذكرت مجموعة من الأرقام للأسف لما أحضرها معي أما إذا نظرنا إلى 1993 وعام 2023 فإن النمو في حجم الإجمالية التجارية أو إجمالية الناتج المحلية لدى مجموعة بريكس قد زاد ولكن في بقية البلدان من خارج بريكس قد تراجع وهذا المؤشر يظهر لنا تقدم مجموعة بريكس وفي عام 2028 سوف يكون الفارغ كبير جدا لصالح بلدان مجموعة بريكس وهذا أمر واضح جدا وفي كثير من الاتجاهات لا يمكن للبشرية أن تواصل مسيرتها بدون مجموعة بريكس خاصة في البضاع وموارد الطاقة وكذلك في مجال التكنولوجي واستخدام الذكاء الإصطناعي فنحن نصبح الأطراف الرائدة في هذه المجالات وهذا هو من العلمات التي تعكس التغير في العالم العالم يتغير باستمرار وتظهر دول رائدة جديدة ويجب أن نستقبل هذا الأمر بكل هدوء وانطلاقا من ذلك يمكن ترتيب العلاقات بيننا وما يميز مجموعة بريكس وأن مجموعة بريكس لم تتشكل يوما ما ضد أي طرف وأتذكر كلمات الرئيس وزراء الهند قالها قبل فترة وجيزة أن مجموعة بريكس ليست معادية للغرب وإنما هي مجموعة غير غربية هذا مهم جدا هنا تكمن الجوهر بالتالي فإن مجموعة بريكس لا تنافس أحد أن مجموعة بريكس هي اتحادا للدول تعمل سوية انطلاقا من القيم المشتركة ودوافعات تنمية وكذلك مع الأخذ بالحسبان مصالح البلدان وهذا هو مبدأ عملنا في قمة قزان المقبلة مجموعة بريكس تشكل 45% من العالم وإن لم تكن مجموعة بريكس تشكل الغلبية في هذا العالم فمن هم الذين يشكلون الغلبية هناك الكثير من البلدان من خارج مجموعة بريكس تدعم وتشجع المجموعة اسمحوا لي أن نقدم لكم زميلي فانيون من الصين وهو رئيس تحرير شبكة سي جيتيند ونائب رئيس المؤسسات العالمية الصينية ونعطي الحق لضيفنا بطرح سؤالهم لا سيما بما يعكسوا علاقتكم القريبة من زعيم الصيني تبدو الأستاذ فانيون بريكس الغلبية الصحيقة لأن كثير من الدول تدعم بريكس وتشاطر هذه القيم وبود أن أعطي الكلمة فانيون من الصين رئيس تحرير شبكة سي جيتين ونائب رئيس الشبكة العالمية السيد شين في الصين وأيضا نعطي الكلمة نظرا لعلاقاتكم الشخصية مع شي جينبينغ ونعطي الكلمة إلى الصين وبعد ذلك سوف نعطي الكلمات للآخرين السيد فاني تفضل مجموعة بريكس تتألف من البلدان وكل بلد منها لديه قيم ويمثل قيم ثمينة للعالم كل بلد لديها ثقافتها وتاريخها وامتيازاتها في تقاسم العمل وكذلك يمثل أهمية لكافة بقية أعضاء مجموعة بريكس عندما يظهر لاعبون جدد ومشاركون على قدر المساواة في المنظمات الدولية فانا لا بد أن تساهم بشكل ما والمهم أن يأخذ بعين الاعتبار المبادئ التي قامت عليها مجموعة بريكس وعندما تأسست من قبل ثلاثة دول كانت خطوة بمبادرة من روسيا والهند والصين في سانت بيترسبورغ ثم توسعت مجموعة بريكس ولكن من جانب آخر يجب على كل أعضاء مجموعة بريكس أن ينظروا نظرة احترام للأعضاء الجدد ونحن نهدف إلى عملية التكامل والدمج التدريجي للأعضاء الجدد في المجموعة لدينا خطط نحو 250 فعالية تم تنفيذها وفي كافة المجالات هنا البلدان التي قُبلت في مجموعة بريكس قد عملنا معها من قبل والآن يختلف الأمر حيث نعمل ضمن إطار مجموعة بريكس وأن توفروا منصة لتبادل الأراء وتنفيذ مشاريع مشتركة في كافة المجالات وقبل كل شيء الأمر متعلق بالتعاون الاقتصادي ونولي اهتماماً كبيراً للجوانب الإنسانية والثقافية وأعمال السينما وكذلك فعاليات الشبابية نحن نعمل عملنا على مدار العام بشكل حديث والتجربة تظهر أننا قمنا بخطوة جيدة وبالطبع وأنا على ثقة ودون أي شك أن كل ذلك سوف يزيد من الاهتمام بمنظمة بريكس ونفوذها وهيبتها وفي كل بلد من بلدان مجموعة بريكس نجد بلدان قريبة محيطة بهذا البلد وبالتالي البلدان القريبة من البلدان الأعضاء في مجموعة بريكس يهتمون بما يهجر في هذه المجموعة ويظهرون اهتماما أكبر للتعاون هناك ثلاثين بلدا أعربت عن رغبتها بالانضمام لمجموعة بريكس والتعاون معها ولذلك هذا هي الأثر المنظور للمجموعة ولذلك علينا أن ننظر باهتمام للمجموعة التوسع نحن لن ننفذ أحد أبواب مجموعة مفتوحة وسوف نناقش كل ذلك مع الأزماء القادة في قزان أعطي الكلمة إلى زميل من قناة سكاينيوز العربية سيدنا نديم قطيش أحد أشهر الإعلاميين في العالم العربي وهو صاحب برنامج مساء مع نديم قطيش سيد الرئيس شكرا لكم على هذه الفرصة رغم ما شغلكم الكثير وشرف كبير أن أمثل سكاينيوز عربية في هذا اللقاء ملاحظة سريعة قبل أن أبدأ أن فريقكم رائع قبل أن نبدأ هذا اللقاء حرضون على أن نكون منفتحين بكل الأسئلة ربما العالم لا يعرف روسيا بما يكفي لا شيء مما سيطرح عليك كنت على العلم مسبق به وهذا أمر يجب أن يعرفه الجمهور بكل شفافية وقد يكون سؤالي بهذا الإطار تحدثتم فخامة الرئيس مراراً وتكراراً عن مسألة إعادة صياغة النظام العالمي البعض ربما يعتبر أن هذا الأمر بعيد عن الواقع أو طموح بعيد عن الواقع حيث لا تزال الصين والولايات المتحدة يشكلان السياسة وصناعة السياسة في العالم هل تغامل روسيا باعتمادها على هذه التحالفات بأن تتحول إلى الشريك الأصغر في هذه اللعبة الدولية؟ هل هذا يخيفكم أو يقلقكم فخامة الرئيس؟ ترجمة نانسي وصل حجم تبادل التجاري إلى نحو 226 مليار وفق الإحصائيات الصينية وصل إلى 240 مليار دولار وهذه الأرقام تتحدث بنفسها وأود الإشارة مرة أخرى لأن التعاون بين الصين وروسيا على الساحة الدولية هو أحد أهم عوامل الاستقرار الاستراتيجي في العالم وأعتقد أن هذا العامل واضح جدا أن العلاقات مع الصين تقوم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل وهي ليست نموذج أو قالب جاهز قبل خمسة أو سبع أيام كنا مع القادة قادة الصين ومع السعيم تحدثنا عن ضرورة عمل التوازن التجاري وما الذي يتوجب علينا القيام به لكي تكون المنتجات الصناعية الروسية تصل إلى الأسواق الصينية بشكل أكبر وكذلك المنتجات الزراعية وكذلك هنا كانت تساؤلات من الجانب الصيني لنا حول مجالات تتعلق بالطاقة والفضاء نحن نستمع أحدنا إلى الآخر ونصغي وهذا الميزان التجاري يتحدث نحن لا نقول بل نفعل وليس في علاقتنا أحد أكبر من الآخر نحن نعمل أحدنا من أجل مصلحة الآخر أيضا أما بالنسبة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة فنحن لن نتدخل في هذه المسألة تماما كما أننا لا نتدخل وزملاء الحاضرون سوف يفهمون جيدا لا نتدخل مثلا في العلاقة بين أثيوبا ومصر على سبيل المثال نحن لا نتدخل وإنما نحاول إذا ما حصلت هناك أي تعقيدات فإننا يمكن أن نطرح خدماتنا لتسوية النزاعات أو الخلافات طبعا إذا كانت الأطراف الأخرى معنية بمشاركتنا أن أكبر اقتصاد في العالم من حيث القدرة الشرائية هي الصين هذه الإحصائيات تقول ذلك وبعد الصين تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية أنظروا ما هو عدد السكان في الصين مليار وثلاثة ثلاثمائة مليون مقارنة مع حوالي ثلاثمائة مليون إن حصة الصين في التجارة هي تعتبر بالنسبة لنا الشريك الأول بالنسبة لروسيا وحصة روسيا هي الرابعة في التبادل التجاري بالنسبة للصين وهذا له قيمته نحن نتابع بانتماء أن البضاء أن الصين تشتري الموارد الطاقة من روسيا والروسيا هي أكبر مصدر موثوق لموارد الطاقة أما بالنسبة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة فنحن على نختلف كل شيء يتم مباشرة عبر حدودنا المشتركة بين الصين وروسيا وليس كما هو الحال مع الولايات المتحدة والصين هنا يتوجب من وجهة نظري على الولايات المتحدة بعد أن أطلفوا العلاقات مع روسيا أن كل ذلك سوف ينعكس وينعكسوا على الدولار والكل يفكر في مواصلة استخدام الدولار أم لا كثير من البلدان أخذت تحدم من استخدام الدولار في التعاملات التجارية وبالتالي حجم تداول الدولار في المدفوعات وكذلك عملة صعبة في سلة الاحتياط أيضا يتقلص وبالنسبة للصين تماما عقوبة تلو الأخرى وهذا ليس مرتبطا بالسياسة وإنما مرتبط بالنمو الاقتصادي الصيني وهو ضمن فيطار محاولات لفرملة هذا النمو الاقتصادي الصيني عبر العقوبات لقد تأخرت الولايات المتحدة خمسة عشر عامة ولن تستطيع الولايات المتحدة ووقف عجلة النمو الاقتصادي ولا يستطيع أحد أن يحجب الشمس كنا كل ذلك مرتبط بملايين العوامل هي محاولة لكبح النمو الاقتصادي الصيني والذي سينعكس زلبا على اقتصاد الولايات المتحدة لان الولايات المتحدة تنتج منتجات غير قابلة على المنافسة على مدار العشر السنوات الأخيرة بين التعاون تجاري بين الصين والولايات المتحدة يشهد كل ذلك التصرفات التي نشهدها من الولايات المتحدة هي مسلكيات غير بناة وغير مثمرة وهذا سنعكس على السياسة المتعلقة بالأمن وعمال الاستفزاز الدوري التي تحدث في تايوان وفي مناطق أخرى من العالم لا أفهم لماذا يقومون بذلك اليوم حلف الناتو يحاولون جرى حلف الناتو إلى آسيا وأنا أسأل هل تريد الولايات المتحدة تعكير علاقاتها مع الصين بجرى قوات الناتو إلى آسيا بما يثير القلق للصين ومع ذلك يقومون بجرى الأوربين وحلف الناتو إلى منطقة آسيا كالجراء ويخلقون بؤر توتر في مناطق اليابان أن وينشيرون أسلحات تهدد كل من الصين وروسيا نحن نتابع ذلك ولكن لا نتدخل كما ذكرت مثال أثيوب ومصر لا نتدخل شكرا شكرا لكم أن عمل علاقاته بين أعضاء مجموعة بريكس هي ليست علاقات الشقيق الأكبر والشقيق الأصغر المهم هو الوتيرة في هذه المجموعة أود أن أقدم لكم ممثلي السيد فايز عباس موثل عن جريدة العرب شكرا فخامة الرئيس أولا نشكر لكم إتاحة هذه الفرصة في التحاور معكم حول هذه القضايا التي هي في غاية الأهمية على الصعيد الدولي سؤالي فخامتكم وكما تعلمون المملكة العربية السعودية مدعوة للانضمام إلى تحالف بريكس وسيحضر سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وكما تعلمون أيضا فخامة الرئيس فأن سمو الأمير كان منشغلا بكثرة منذ نوفمبر الماضي في بناء تحالف دولي لإقامة حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين ونحن نعلم طبعا أن موقف موسكو كان منذ البداية مؤيدا لحل الدولتين والسؤال فخامتكم في ظل قيادة دولتكم لقمة بريكس هذه السنة وحضور معالي الأمين العام للأمم المتحدة لهذه القمة ما الذي يمكن أن نتوقعه من نتائج من ضغوط من حلول لوقف إراقة الدماء الحاصلة حاليا في منطقة الشرق الأوسط خصوصا أنه في هذه الحالة هناك توافق تام بين كافة دول الأعضاء في بريكس فيما يتعلق في حل الدولتين وضرورة وقف إطلاق النار ساودوسكو أرابيا فإذا أرابي عندما تحدثتم عن وقف إطلاق النار أعتقد أنكم كنتم تعانون خطاع غزة هل هذا صحيح؟ نعم أن موقفنا هنا واضح جدا ولا أستطيع أن نضيف شيئا جديدا ولكن كنا دائما ننطلق من ضرورة تطبيق قرارات المجلس الأمن الدولي حول إقامة دولتين دولة فلسطينية ودولة إسرائيل أن جذر كل المشكلات يكمن في هذه المسألة وأنا على ثقة من أننا سوف نتحدث خلال قمة بريكس بريكس عن هذا الموضوع وبالمناسبة لقد دعوت رئيس فلسطين للمشاركة في قمة بريكس في قزان وسوف نستمع إليه وإلى تقييمه ولكن قد كان كثير من المحادثات والجلسات مع القيادة الإسرائيلية والقيادة السعودية والفلسطينية والفلسطينية ولكن من وجهة النظر وهما قلته للشركاء وخاصة الإسرائيل لا يمكن حل القضية الفلسطينية بالاعتماد فقط على الجانب الاقتصادي سواء القيادات الإسرائيلية السابقة والحالية التي كانت تعتقد أنه ممكن حل أو أن اهتمام الفلسطينيين الذين عيشون على تلك الأرض يمكن حله اقتصادياً ولكن أعتقد أنه إلى جانب المواضيع والجوانب المادية هناك جوانب أخرى جانب روحانية جوانب دينية جوانب وطنية وبالتالي فإن المسألة أو القضية أعمق بكثير وهذا الجانب الذي يجب العمل عليه وثانياً يجب العمل في إطار أو في سياق أوسع هنا لا أريد أن كلا الاتهامات للولايات المتحدة ولكن ما كان على الولايات المتحدة أن تدمر اللجنة الرباعية لا أريد أن أقول أن الولايات المتحدة هي المذنبة في كل شيء لقد عملت اللجنة الرباعية وكان من خلالها من السهل التواصل إلى التوفقات لكن الولايات المتحدة فرضت هيمنتها ولذلك فشلت اللجنة الرباعية أعتقد أنه يتوجب العودة اللجنة الرباعية وتوسيعها وكيفية استعادة الأراضي وإعادة السكان إلى أراضيهم الفلسطينيون لن يغادروا هذه الأرض هذه أرضهم أولاً وثانياً هناك مشكلة تتعلق بالجانب الإنساني كلما كان هناك الكثير في إسرائيليين يدركون الأمر ذلك الأمر ويؤيدون وجهة النظر هذه وكانت لديها الفرصة الحصول على المعلومات من الذين يقتلون في إسرائيل نحن على تواصل مع الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني ولدينا موقف تقليدي منذ عهد الاتحاد السويتي والذي يتمثل ومكرر مرة أخرى أن السبيل الرئيسي لحل القضية الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيد إقبال رئيس مجموعات الإعلامية في أفريقيا وفي ضمن مجموعة شركاته مجموعة ميديا وهي وكالة للأنباء السيد إقبال عمل سابقا مع الرئيس نيلسون مانديلا وهو من المؤيدين الشديدين لمجموعة بريكس سياريخ شكرا جزيلا اشتركوا في القناة